لمناقشة ملف استهداف ميليشيا حزب الله لبناني الدول العربية بالمخدرات والتي كان أخيرها مصر ينضم إلينا عبر سكايب من الزيوريخ مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية فرانكو عبد القادر أهلنا بك سيد فرانكو يعني بعد السعودية والكويت والبحرين تستهدف ميليشيا حزب الله مصر بالمخدرات بشحتنتين من الكبتاجون تم الضبطهما في مطار القاهرة السؤال هنا كيف تقرأ تحول ميليشيا حزب الله لمصر بعد السعودية والكويت أو بداية تحية إليك والمشاهدين الكرام استاذ الكريم كمان أنا بحب هن الشعب اللبناني والسلطة السياسية الحاكمة في لبنان على دخول مصر في نادي الدول المعادية لحزب الله أو التي يحاول حزب الله تعريب المقدرات إليها بالنسبة لتوجه حزب الله إلى مصر طبعا استبسال الأخوة في الدول العربية في الدفاع عن حدودهم ومنع تهريب المقدرات إلى آراضيهم كان لابد لحزب الله من أنه يفتح أسواق جديدة ولا يروج يعني لا يحصل على موارد تساعده في مسيرته العسكرية والحربية ضد الدول العربية ومن هون كان التوجه نحو مصر بس الحمد لله يعني هذه الشحنة ضوبة دي ولكن ما أخوفي أعظم ربما يكون هناك شحنات وشحنات أيضا عم تمر عبر الأراضي المصرية ولحد الآن ما أحدا مكتشفة يعني نعم بعد قضية خلية حزب الله قبيل الثورة المصرية وأنت تذكر ذلك جيدا سيد فرانكو وقد اتفاق دي بعدم استهداف ميليشيا حزب الله للأمن القومي المصري كما تعلم هل نقضت ميليشيا حزب الله الاتفاق بمثل هذه التصرفات بحد رأيك بأعتيد أن حضرتك عم تتكلم عن خلية شهاب اللي وقفوا لخلية شاب اللي كان عم بيهرب بأسلحة لبعض الجماعات المسلحة بالعريش وغيرها وقت هيدا شاب كان عم بيفوت على الأراضي المصرية بهوية مزورة تنسب لشخص عفوا يعني من بيروت سني الطائفة صح من بعد ما هيدا حرر هيدا يعني من بعد ما هيدا تم فك تهريبه من الحبس أثناء فوضى الثورة المصرية صار في اتفاق بعدها لما استائت السلطات المصرية صار في هونيك اتفاقات صح بين حزب الله بعدم وتعهد بعدم استهداف الأراضي المصرية بأي سوق ولكن من بعد ما شفنا اليوم أنه هيدا يعني هيدا الشحن اللي حاول يفوتوها على مصر هوني أنا بعتيد أنه هوني طبعا سقطت الخطوط الحمر لدى الطرفين وهذا الاتفاق يعني اللي كان يعني عم استفيد منه حزب الله وكمان يعني بعض الأجهز الأمنية بمصر بعتيد أنا هذا الاتفاق هلأ سأت اتفاق الهدنة ولا الصلح ولا ما بعرف شو بنسموه بس أكيد هذا الاتفاق لم يعد له وجود في ظل محاولة يعني حزب الله أو الدولة التي يحكمها حزب الله تهريب مخدرات إلى مصر نحن نتضل يعني إلى أي مدى ترى في سؤال جديد سيد فرانكو يعني إلى أي مدى ترى أن تأثير العقوبات الأمريكية على إيران وقيادات من ميليشيا حزب الله ألقى بظلاله على هذا التحول في استهداف ميليشيا حزب الله لمصر هل هذا وارد؟ يعني طبعا ليس فقط الولايات المتحدة الأمريكية حاربة تهريب حزب الله للمخدرات وبعض المنتوج والأسلحة في كتير دول شدت اتحصارة المالية على حزب الله طبعا منها كندا حيث اكتشفوا بكندا كمان تجارة عقارات لحزب الله غير مشروعة وببعض الدول كمان بأوروبا اكتشفوا كتير شحنات مخدرات مهربة سيد فرانكو هل اتساء العقوبات أو تواصل العقوبات الأمريكية بحق إيران هو الذي جعل ميليشيا حزب الله مثلا توسع نشاطها في دول عربية جديدة؟ صحيح هذا سبب مهم ووجيه لدى حزب الله طبعا بأن يحاول هو عبر يعني عبر طاقته الزيتية أنه يستحصل على أموال لدعم نشاطاته ومن هون شفنا أنه هو توجه على مصر وبعد كمان في دول يمكن ممكن عم بتم تهريب المقدرات إلها وما حدا أنه بيعرف بس هيدا شح الموارد المالية هي اللي أجبرت حزب الله اليوم أنه يحاول يفتح أسواق جديدة ومنها مصر لأنه نحن لما نقول حزب الله هو المسؤول على المقدرات ليش نحن نقول حزب الله لأنه أمين عم حزب الله حسن نصر الله قال وقته لما نزلت احتجاجات بلبنان هو صار يقول أنه هن بيعرفوا من كل موارد عم تجي على مين عم يعطي المصاري والسانويشات وأنان الماي والبيبسي للمحتاجين وبالتالي يعني حزب الله على دراية تامة بكل شي بيحصل على البنان بكل شي بيحصل بلبنان وطبعا أطنان ولا ألاف الأطنان من المخدرات تهرب من لبنان من مناطق تابعة لحزب الله أكيد حزب الله سيكون على دراية فيها وأكيد أكيد بدي يكون هو المسؤول الأول عنها إن كان هو اللي عم بيهربها ولا لا بس بالنهاية هذه مسؤوليته القانونية طبعا والأخلاقية طيب هذا الاستهداف والتوحش سيد فرانكو الذي أصاب ميليشيا حزب الله باستهداف الدول العربية بالمخدرات كيف تقرأ وضعية متخذ القرار في حزب الله بعد هذا التوحش واستهداف دول عربية جديدة بالمخدرات يعني استهداف دول عربية هذا هو هذه هي الكلمة بصراحة النظام الإيراني النظام معادي لكل ما هو عربي وهو عم يستهدف المجتمعات العربية ككل وأول شيء بده يستهدف عند المجتمعات العربية هي شبابة عبر تهريب المخدرات لقيلون وعبر نشر هذه القافة بين شباب المجتمعات العربية لكي تكون هذه الشباب اللي عم تتناول المخدرات عم تضعضها هذه القافة السم المنشان هذه كمان تصير حالي يعني يائس بمجتمعاتها وهكي بصير في تفكك للبنيان العربي أولا أول شغلي كما ما بدنا ننسى أنه إيران عم تعمل بكذا مناطق تحت سيطرتها على تقع تحت سيطرتها على التطهير العرقي والطائفي وطبعا أكيد إذا هني بيستعملوا التطهير العرقي والطائفي بالحرب أكيد بيستعملوا كمان عدة أشياء وعدة يعني عدة طرق طبعا للفتك بالشباب العربي لكي تكون دولهم لكمة سائغة لإيران إلى سؤال الأخير سيدي فرانكو يعني إلى أي مدى ترى أن عمليات حزب الله وتجارها في المخدرات والأعضاء البشرية إلى أي مدى ترى أنه يكشف حقيقة الميليشيا التي لطالما قدمت نفسها على أنها جهة مقاومة وممانعة سيد الكريم حسن نصر الله قال في أحدى خطاباته حين لما قال خطاب عم يدافع عن اليمن ضد المملكة العربية الصعودية قال أنه هذا الخطاب اللي دافع فيه عن اليمن أهم خطاب قاله بحياته وأهم من كل خطاباته ضد إسرائيل يعني هو هون عم يعترف نمنا وصراحة أنه هو كل شيء بيعمله بحياته فقط أهم شيء عنده هو محاربة الدول العربية ومحاربة المملكة العربية الصعودية من هون نحن نشوف هو بحالة حرب مع الدول العربية وحزب الله بيستعمل وبده يستعمل وما بهمه إذا استعمل كل الطرق ليكسب هذه الحرب ومنها طبعا هذه الأمور اللي عم يستعين فيها وطبعا هذه حجة باطلة لأنه أهم شيء بميز أي مقاومة بالعالم أنه تكون إنسانية وتكون عن جد يعني زاد طبيعة زاد أخلاق حميدة وليس طبعا التجارة بالأعضاء والفتك بالشباب العربي أو غير العربي من الزيوريخ كنت معنا عبر سكايب مدير المركز أسويسري لدعم الديمقراطية فرانكو عبد القادر شكرا جزيلا لك